تعالوا نشوف بعض الجداول بقى بعض الجداول في فرق قطاع الناشئين وتصدر النادي الاهلي لبعض المسابقات وإحنا لسه الموسم لسه طويل ولسه ما انتهاش لكن الفترة دي فترة امتحانات عند اللاعبين آه فيه توقف للدوري لكن الفترة يعني القادمة هتم استناف بطولات الجمهورية بطولات المناطق بطولات البرام تعالوا نعرض مع بعض ونشوف بعض الجداول وهنبتدها مع دوري الجمهورية مواليد 2003 وزي ما احنا شايفين ترتيب النادي الاهلي في المركز الاول اللي عاب عشرين مباراة فاسف 13 طبعا احنا عارفين المباراة تنتهي بالتعادل ببفير ركلات ترجيح والنادي الاهلي عنده 42 نقطة وامبي في المركز التاني برصيد 41 نقطة سيراميكا في المركز الثالث 39 نقطة الموالين في المركز الرابع بترويجيت في المركز الخامس الزمالك في المركز السادس والمصري في المركز السابع وتامن بيراميدز التاسع الاتحاد السكنداري العاشر فاركو 11 طنطة الاثناشر غزل المحلة 13 سموحة الاربعتاشر فيوتشر 15 زد 16 القناة 17 طلاع الجيش 18 الإسماعيلي 19 الجونة 20 السد بأسوان 21 بلدية المحل قبل ما نروح للجدول الثاني ده دوري 2003 وتصدر النادي الأهل فيه الفترة اللي جاية هتكون المرحلة هتولي جدول للأهل من الأول لو سمحتوا النادي الأهل من الأول علشان الفترة اللي جاية بقى الفترة الأولى انتهت من الدوري الفترة اللي جاية هتكون الاستكمال المرحلة الختمية أو النهائية التصفيات النهائية وكل فريق بيكمل بعدد النقاط اللي عنده بعدد النقاط اللي عنده النادي الأهل عنده 42 نقطة هيكمل مرحلة اللي جاية هو بال42 نقطة اللي عنده ان شاء الله النادي الأهل في دوري 2003 السنة اللي فاتت حصل على بطول الدوري الجمهورية السنة دي إن شاء الله يعني يعني يقدر يحصل ياخد بطولة الفين وثلاثة برغم الغياب العدد الكبير شفنا لعبة كتير طلع الدرجة الأولى شفنا لعبة كتير طلع تعارات ولكن ما زال فريق الفين وثلاثة متمسك بالصدارة هنروح لي الجدول التاني جدول التاني معانا فريق الفين وعشرة النهاردة هيكون معايا الجهاز الفني النهاردة في الفين وعشرة في الجزء التاني كابتن أحمد عطية المدير الفني وكابتن صالح المغاز المدرب العام وزي ما احنا شايفين النادي الأهلي في المركز الأول لعب 14 مباراة فاسف 14 ما فيش تعادل ولا هزيمة له 66 هدف وعليه هدفين ما شاء الله لما تيجي تبص أكتر فريق متصدر الأهداف عدد الأهداف وأكتر فريق يعني أقوى دفاع بهدفين عنده 42 نقطة الانتاج الحربي رغم أن الأهلي لعب 14 مباراة الانتاج الحربي لعب 16 مباراة أكتر من النادي الأهلي بماتشين يأتي الانتاج الحربي في المركز الثاني 41 نقطة إن شاء الله النادي الأهلي لو فرق في الماتشين بتتكلم في سبع نقاط فرق الداخلية في المركز الثالث اسكو في المركز الرابع الخامس العبور الشمس في المركز السادس بورتوس والسابع المقاولون العرب في المركز الثامن تاسع الاتصالات والمركز العاشر حلوان 11 أبو السعود و12 مكادي وفي المركز الثلاثاشر أسمنت حلوان هنروح للجدول اللي بعد كده 2007 هنا 2007 انبي في المركز الأول بالرصيد 47 نقطة والنادي الأهلي في المركز الثاني 46 نقطة لكن إن شاء الله عندي ثقة في فريق 2007 كابتن وثامة زكي ولعبة 2007 اللي عندنا فيها مواهب كبيرة جدا مش عايزة أقول أسمع عشان ما نساش البعض لكن إن شاء الله فريق 2007 اللي فاز على الزمالك منذ أيام قليلة في ملاعب النشي مدينة نصر في السوان الأخيرة بهدف محمد عبد الفتاح تاحة قادر إن شاء الله أنه يحسم هذه البطولة انبي في المركز الأول برصيد 47 نقطة والأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة زد في المركز الثالث 41 نقطة بيرامز في المركز الرابع المقاولون العرب في المركز الخامس ساد السيراميكا السابع طلاع الجيش الثامن الاتحاد التاسع الزمالك العاشر الإسماعيلي 11 فاركو المركز 12 الداخلية 13 غزل المحلة 14 الجونة 15 سموحة 16 البنك الأهلي 17 المينيا وهنا نسعيد بقى بظهور ممثل الصعيد المينيا وبنشوف أسوان هيجي بعد كده فيه فيوتشا في مركز 18 والمجد المجد ده المجد السكندري ساعتاشر وعشرين أسوان وبلدية المحلة وبسعيد بوجود ممثل الصعيد طيب ده كل الشغل الناس بتشتغلوا وطبعا على رأسهم كابتن وليس سليمان الكابتن بد الرجب الكابتن محمد شوقي وهنروح بقى عشان نتطمن أكتر على اللعيبة ترجمة نانسي قنقر